السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام بدون أي مقدمات رؤية مبشرة وفي نفس الوقت مؤثرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية والرأي في الحقيقة قام بتأويل الرؤية بصورة أنا باعتبرها مأبولة يعني لا ترقى لمرتبة أن تكون جيدة لأسباب هوضحها بعدما نسمع الرؤية مباشرة والرأية كانت من السعودية ويا لها من مصدفة تعالوا نسمع مع بعض مباشرة ثم نعود إليكم يا شيخ أنا شفت أني أمشي في أرض قاحلة أرض واسعة يعني زي الصحراء وأنا أمشي أمشي شفت قدامي صور طويل عظيم جداً لونه أبيض ونهاية الصور كان فيه بوابة طويلة طويلة جداً يا شيخ بألاف الأمتار زي بوابات الحرم المكي بالضبط لونها أخضر زيتي هو منقشها بالنقش الأبيض وأنا أمشي فجأة تفاجأت يعني بعداد مهولة بالألاف يا شيخ بالألاف نساء وأطفال ومواليد استغربت يعني الأمم هذه اللي أشوفها ويمشون باتجاه الباب يدخلون الباب هذا وأنا جارسة ألتفت يعني فسمعت صوت ينادي علي يا هداء يا هداء بصوت عالي وكنت ألتفت هميني صار فالنساء الموجودات قالوا لي أنت هداء قالوا الرسول ينادي عليك ليش ما تردين عليه قالت الرسول الرسول ينادي عليها أنا والتفت إلا والرسول يأشر علي بيده ويقول وصلت وصلت هذه وصلت شوفوها يا ملائكة يا ملائكة شوفوها وصلت قفلوا البوابة ومنعوها من الدخول قفلوا البوابة ومنعوها من الدخول أيوة وقفت طبعاً قال لي وأخيراً يأشر علي بيده يا شيخ وأخيراً وصلت يا هدى أخيراً أنا واقف هنا أنتظرك لي عشر سنين والآن وصلتي طبعاً أنا كنت متفاجأة قلت أنا وصلت أنت الرسول قال نعم أنا الرسول قلت أنا وين وصلت يا رسول الله قال لي شايف الباب هذا هذا باب الجنة وشايف النساء والأطفال والأم المملكة هذولا نساء وأطفال غزة الآن شوفيهم داخلين للجنة طبعاً أنا فرحت مشيت خطوة قدمت خطوة قال لي وقفي ما رح تدخلين الآن طبعاً أنا خفت وانصدمت من ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي قلت ليش تمنعني يا رسول الله أني أدخل معهم للجنة قال لي لأن دورهم الآن أنت دورك مو الآن أنت دورك يوم القيامة دورك يوم القيامة طبعاً أنا وقفت وفي مكاني حاولت أتقدم قال لي لا خليك واكفة ثابتة في مكاني وعلامات الخوف يعني ظاهر عليها قال لي لا تخافي ولا تنصدمي ولا تزعلي يا هداء اشهدوا يا ملائكة السماء اشهدوا يا حملة العرش اشهدوا يا حراس بإني يوم القيامة رح أوقف في المكان اللي واكفة هدى فيه ورح أمسك بأنتظرك لحد ما توصلين وإذا وصلت رح أمسك بيدك وأدخلك يا أنا الجنة وما في أحد رح يدخلك الجنة غيري وقال بصوت عالي يا بلال أذن والآن ارجعي للدنيا وعملي طبعا بعدها فزيتي يا شيخ من الحلم كان الحلم بعد صلاة الفجر يوم 27 رمضان والحلم هذا يا شيخ شفته قبل سنين يعني قبل ما يقارب عشر سنوات خمسة عشر سنة الله وعلم ورجع ليوم 27 رمضان تكرر أيها هذه المرة الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير أسأل الله لي ولك ولكل من يشاهدنا ولكل مسلم ثبات اللهم أعلم وأن يصرف أنفسنا عن السوء مأحيانا اللهم أعلم شفته قبل عشر سنوات وتكرر السنة هذه رمضان والله قبل سنين يا شيخ شفت النبي على السلام حدى شفت النبي على السلام بصفاتها المعروفة والله أيها 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 شيخ نسيت ما أوصف لك الرسول كان طويل البوابة طولها بالألاف والرسول كان إلى نص البوابة كان طويل جدا 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 كان عريض المنكبين طول وهامة وقامة م شاء الله تبارك الله الحواجب عريضة الأنف طوي العيون واسعة اللحية عوارض كان لابس عمامة بيضة وكان لابس قميس وإزار اللون الزيتي مع شوية لون البيج مع البني يعني لون كذا خفيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قل من رآني بهايتي فقد رآني ومن رآني بغير هائتي فإن هذا الشيطان والشيطان لا يتمثل بي شفت النبي صلى الله عليه وسلم حق الله أعلى وأعلم هدى شوفي أول شيء أسأل الله أسأل الله العظيم أني بارك فيك والله أمين والله أمين يا رب العليم متى آخر حج حجتها تقريبا والله بإذن الله حاجز للحج يا شيخ بإذن الله رح أحج السنة هذه السنة هذه بإذن الله إن شاء الله أنت مريتي بظروف صعبة ومريتي بابتلاءات وصبرت في عليها والله صبر ليسيني يا شيخ أعلى ابتلاءات أختبتنيها لله سبحانه وتعالى إي إيش احتسبتيها لله سبحانه وتعالى إي والله متزوجت متزوجة مقدمة علي كتير يا شيخ وكان صبرك بوقتها تمام ايوه فقدت واحد من اولادي بس كنت حامل يعني في الشهر السابع وسقط والله ايو توفى واحتسبتي والله احتسبتها شيخ وصبرت صرح ان الشيء صعب على الام طبعا صعب شوفي الحمد لله شوفي الباب اللي قال لا تدخلينه وشه قال سكروا الباب لا تدخل معه وشه اللي هو باب الجنة قال لي هذا باب الجنة لا انت قلت في البداية وقال في باب هذا الباب سكروا لا تدخلينه هو نفس الباب بعدين هذا الباب باب الجنة اهه هو نفس الباب ياسم بالنسبة لاطفال غزة والنساء غزة فأسأل الله ان يكونون من الشهداء شهداء فهم يدخلون قبل الناس كلهم بلا حساب ولا سابق عذاب نسأل الله لنا وكل مسلم مات شهيد ويحشرنا في زمرة الشهداء الرؤية مبشرة لت اسأل الله العظيم احنا ما نقدر نقول او نتقول او نجزم بان الرؤية هذه تشيل ان تدخلين الجنة ولكن الرؤية واضحة ان انت محتسبة صابرة حافظة محفوظة اسأل الله لك الجنة هذه بشارة بالجنة انما قال ارجعي مرة ثانية فهذا يدل على طول العمر لت ربما يطول بنت العمر بصحة وعافية ربما يطول العمر بصحة وعافية وكذلك تعملين اعمال صالحة وربما تمرين بابتلاءات اخرى وتصبرين عليها ولكن يدل على طول العمر وحسن العمل ثم اسأل الله العظيم رب السمات الارض ان يكون اياكم من اهل الجنة اللهم امين يا رب العظيم اشترك خير بالدنيا اسأل الله ان تكون كذلك اللهم امين يا شيخ ما شاء الله تباركا ورحمة انا عشان كده استمعت للرؤية كاملة ومسط فيها والله ما شاء الله الله شكرا لك يا شيخ والله عندي رؤية ثانية لكن ما في مشكلة لا اقول اذا كانت مختصة طيب 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 ان شاء الله نعطي فرصة للمباقي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء ما شاء الله تبارك الله عطونا بنت حضر موت يا عبد الله يا ربالك نعم ياسر حاتم اطلع ياسر ناخذ من العصر الجالي وناخذ من العصر المسائل زي ما سمعنا الرؤية وتأويل هذه الرؤية أنا ليه قلت لك في المقدمة إن المعبر نقول تأويله للرؤية مقبول ليه لأن الرؤية واضحة جدا إن هي بنسبة 90% رؤية عامة تخص الأمة وكان لازم المعبر يوضح الأمر ده بصورة أكبر من كده هو قال نحسابه من الشهداء لكن يعني كان يعني إحساسي إن توجيهه لتأويل الرؤية إن هو مركز في الجزئية البسيطة جدا التي تخص الرأية من هذه الرؤية ويعني بصفة عامة بغض النظر عن تأويل المعبر هي رؤية مبشرة جدا ومطمئنة لمين؟ لأهالي الشهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا كذلك وأن يصبر أهلهم وكمان يصبرنا لأن أي مسلم عنده أدنى شعور بالمسئولية والإحساس لابد أن يحزن حزنا كبيرا لما لما بأهلنا وبإخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصبرنا بهذه الرؤى ودي وظيفة الرؤى أنها بتبقى أحيانا رؤى مبشرة وأحيانا رؤى تحزيرية وأحيانا رؤى بتصبر الواحد على المصاب الذي ألم بأهلنا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم نصرا قريبا عزيزا بإذن الله ويعني بإذن الله بعد قليل حلقة للبس المباشر حلقة البس المباشر بارك الله فيكم انتظرونا إن شاء الله بعد قليل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته